نعم شكرا حسين مشاهدين نستعرض معكم المعلومات في التقرير الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست بشأن الأضرار التي لحقت بشمال قطاع غزة الصحيفة نشرت في خريطة أولية لها كيف أن القوات الإسرائيلية استخدمت طريقة الأحزمة النارية في دخول قواتها إلى شمال قطاع غزة وكيف تظهر هذه المناطق الملونة بالألواد المختلفة حجم الدمار ويظهر حجم الدمار واضحا في المناطق السكنية بيت لاهية بيت حنون وأيضا غزة هذا الدمار إذا ما قرنا بجنوب في خان يونس ورفح يبدو الدمار واضحا في شمال القطاع إذا انتقلنا إلى خريطة أخرى تحدثت عنها صحيفة الواشنطن بوست هذه الخريطة توضح توغل القوات الإسرائيلية بريا في شمال القطاع ومن شمال القطاع باتجاه بيت حنون وبيت لاهية أيضا انتقلت إلى الساحل ومن ثم الجنوب مخيم الشاطئ وبعد ذلك إلى جبالية التي حصرتها يظهر في هذه الخريطة بوضوح حجم الدمار الذي أصاب كل هذه المناطق أصيبت بدمار كبير نتيجة القصف المتواصل من قبل الطيران الإسرائيلي وأيضا والدبابات بالطبع كان هذا مبرر كما تقول إسرائيل أنه مبرر لدخول القوات البرية إلى هذه المناطق إذا عدنا إلى الخريطة أخرى نشرتها صحيفة الواشنطن بوست نجد هنا كيف هي أثار الدمار في المناطق الملونة الذي لحق بمدينة غزة وما جاورها من أماكن خاصة المناطق الشمالية جبالية وهي مناطق ذات كثافة سكانية عالية جبالية التي يتجاوز زكانها 200 ألف نسمة وكذلك أيضا مخيم جبالية 60 ألف نسمة مخيم الشاطئ وأيضا مدينة غزة التي لحق بها دمار كبير 677 ألف نسمة وكذلك أيضا حي الرمال الذي دمر تماما أو دمرته إسرائيل بشكل كامل في هذه الخريطة يظهر بوضوح حجم الدمار الذي سببه استخدام الأحزمة النارية من قبل إسرائيل والتي بالطبع استخدمته عسكريا لتأمين قواتها التي تحاول الدخول بريا لهذه المناطق إذا انتقلنا إلى التسلسل الزمني للدمار الذي أصاب شمال القطاع فنجد خرائط أخرى نشرتها الواشنطن بوستعب الأخمار الصناعية يظهر في الثاني عشر من أكتوبر كيف أن الدمار كان بسيطا بعد الشيء إذا ما قورنا بالدمار في الخامس والعشر من أكتوبر كما تظهر هذه المناطق الملونة وهي مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة لتتضاعف هذه المناطق المدمرة في العاشر من نوفمبر كما نرى وتصل إلى ضعف نصف مساحة المنطقة العمرانية في شمال قطاع غزة كاملة هذا ما أصاب الشمال كان نتيجة القصف المتواصل للطيران الإسرائيلي الذي لم يتوقف على الإطلاق بالطبع الجميع تخوف من أن يحدث هذا وتكرر في جنوب القطاع بهذا مشاهدين نكون قد رصدنا بشكل متسلسل حجم الدمار الذي أصاب شمال قطاع غزة منذ الثاني عشر من أكتوبر وحتى الثاني والعشرين من نوفمبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر